النار والدخان لا يزالان يغطيان سماء واحدة من أكبر المناطق الصناعية في اليمن ويشكلان المظهر الأكثر سوءاً في مشهد الحرب التي لم تتوقف في مدينة الحديدة ومحيطها على الرغم من سريان وقف إطلاق النار في الثامن عشر من شهر ديسمبر الماضي تقع المدينة الصناعية على امتداد أربعة عشر كيلو إلى الشرق من مدينة الحديدة وبالتحديد من الكيلو أربعة وحتى الكيلو ثمانية عشر وتضم في جانباتها أحد أهم أكبر المصانع التحويلية المتخصصة في إنتاج الأغذية في اليمن ويعمل فيها أكثر من عشرين ألف عامل وموظف ويمثل مجمع إخوان ثابت أكبر المجمعات الصناعية في هذه المنطقة ويعمل فيه عشرة آلاف عامل وموظف وإلى جانب هذا المجمع توجد الشركة المتحدة لصناعة الألبان والأغذية المعروفة باسمينانا وتضم المنطقة كذلك أكبر مخازن التبريد في البلاد ومصانع للتغليف بالإضافة إلى معارضة رئيسية للسيارات وتضم أيضا مطاحن وصوامع للغلال والتي يستفيد منها برنامج الأغذية العالمي حيث يقول إن لديه حالياً واحداً وخمسين ألف طن متر من القمح تمثل ربع مخزون القمح في البلاد ويكفي لإطعام ثلاثة ملايين وسبعمائة إنسان لمدة شهر أحدث الهجمات استهدفت المخازن التابعة للبرنامج في مطاحن البحر الأحمر وتسببت في إحراق كميات كبيرة من القمح والسكر والزيوت المخزنة في ذات المكان فيما تجنب البرنامج كعادة المنظمات الدولية الإشارة إلى مصدر القصف المصانع والمنشآت التجارية في هذه المنطقة التجارية الصناعية تعرضت لأضرار بالغة وتسببت الحرب في توقف معظم هذه المصانع والشركات ما أضاف أعباء هائلة على أصحابها الذين يضطرون إلى دفع رواتب العاملين رغم توقف الإنتاج يقول التحالف العسكري السعودي الإماراتي إن عملياته العسكرية في الحديدة استهدفت الضغط على الحوثيين لدفعهم للذهاب إلى محادثة سلام لكن حربا كهذه لم تجلب السلام بل قضت حتى الآن على ما تبقى من مظاهر الحياة في المدينة الحوثيون ووفقا لمصادر ميدانية يقصفون المنطقة الصناعية ومنشآتها الحيوية بشكل متعمد بهدف تعميق الأزمة في هذه المحافظة وجلب المزيد من النقمة الدولية بغض النظر عن الخسائر الفادحة التي يتكبدها اقتصاد البلاد والأعباء التي يتكبدها سكان الحديدة المدينة الأكثر تضررا من هذه الحرب